لأنها مملكة للرعب بكيان واحد إذا انهار جزء منها تداعت الأجزاء الأخرى بالانهيار على امتداد مساحتها المعبدة بشهوة الاستبداد ووحل طائفية ثارت الشعوب التي لم تعد تطيق كل هذا الظلام والظلم أينما حل النظام الإيراني حل الخراب والفقر والتخلف والتمزق المجتمعي والفكري أربعة عقود مضت منذ وصول الخمين إلى سلطة البلاد ومعه بدأ المشروع الطائفي ينهش في الشرق الأوسط مستغلا حالة التشضي العربي وتآمر الدول الكبرى أمريكا التي يسميها النظام الإيراني الشيطان الأكبر فتحت له بوابة بغداد فدخلها هذا النظام الغارق بالحقد التاريخي على العرب ومن بغداد إلى دمشق وبيروت وأخيرا صنعا فخرج الساسة الإيرانيون يتبجحون باحتلالهم أربع حواضر عربية تمثل جواهر تاريخ العرب وحاضرهم ومستقبلهم شعوب المنطقة ضاقت ذرعا بالمشروع الدموي الإيراني فانتفض العراق عن بكرة أبيه ونادى بصريح العبارة لا للنفوذ الإيراني مثله الشعب اللبناني انتفض بوجه أذرع إيران وقبله الشعب السوري قالها لن يكون بلدنا مرتعا للعابرين بسفن الخراب إلى مملكة أوهمهم اليوم الداخل الإيراني يغلي وهو يدك بمعول القهر والفقر أصنام الفساد والفكر يريد أن يكون شعبا يعيش على أرضه لاحطبا لإذكاء نار وهم الامبراطورية سنوات من القمع والاضطهاد بكل أساليب الوحشية التي ابتكرها الباسيج لم تفلح في إخماد تظاهرات متواصلة الجوع وحده من يتكلم اليوم في إيران بلسان الشعب والجوع لا يعرف الخوف ولا يقيم لحاكم مكانة ولا وزنا